كنت أقرأ كده من يومين عن قصة أحد الزملاء كتبها على صفحة من صفحات السوشيال ميديا والحقيقة القصة هي قصة إنسانية بشكل كبير بيتكلم على إنه بيسافر كل ويك أند يعني كل نهاية أسبوع بيروح السحل الشمالي وفي المكان اللي هو ساكن فيه يبدو بالقرب منه فيه بيت في البيت ده كان بيسمع أصوات أصوات حد بيسرخ حد بيعيط واضح إن الأصوات مش أصوات لطفل أو أطفال أصوات حد صوته كبير يعني مسن، أتعبان فهو بدأ يسأل مين اللي موجود في المكان اللي جنبه الشليل اللي جنبه فتبين له إن فيه راجل كبير ومعه مساعد فسكت الأسبوع اللي بعده سمع نفس الصوت الأسبوع اللي يليه سمع نفس الصوت بيكن بشكل مستمر قرر إنه هو لازم يعرف إيه اللي بيحصل في الشليل جنبه فحاول هو يسجل الصوت ده علشان هو حسن فيه حاجة مش طبيعية وسجل المحادثات دي لأنها يعني وهو واقف في بيته أو في جنينة بيته وسامع كل الأصوات وبعد ما سجلها بعت اللي سجله ده لأصحاب البيت فاتضح إن ده راجل مسن وإن أولاده سيبين معاه راجل بيساعده واضح إن الراجل اللي بيساعده ده راجل غير أمين بالمرة والرجل المسن يبدو إنه عنده حالة بقى من حالات الشيخوخة أو الألزهايمر فبالتالي يبدو إنه التاني مش مستحمل اللي بيساعده فبيئزيه أو بيعذبه طبعا هو وأولاده بسرعة تصرفه وبسرعة هذا الشخص تم إحالته إلى يعني بمحضر إلى الشرطة عشان يتخذوا الإجراءات الموضوع هنا بيقف عند إنه طبعا فيه شخص نبيل فضل ورا الموضوع علشان يساعد المسن ده ولكن هي فكرة المسن فكرة أهلينا المسنين الأب الأم أين كان المسن هو مين إحنا محتاجين بجد ننتبه انتباه كبير جدا البر بيهم مش بس إن أنا أجيب مساعد برقم أو بفلوس وأحط يعني أهلي في مكان وخلاص لا البر إن أنا كمان أخد بالي الناس الكبيرة في السن دي زي ما محتاجين مساعدتنا محتاجين اهتمام محتاجين طبطبة كتير بتسمع في صفحات وكتير بتسمع على السوشيال ميديا في صفحات الحوادث في الصحافة وبتسمع على إنه مسن توفى بعد ثلاثة يام لإنه لم يسأل عنه أحد واكتشفوا بعدها بأربعة يام قصص مؤلمة توجع القلب وتخليك أنت طول الوقت البركة في السؤال عليهم البركة في البركة من إجابتهم والله يا ابني أنا كويس تسلم لي ربنا يخليك لينا ربنا يخليك لينا لا بتطمن عليك لا أنا الحمد لله ولو كان المسن في حالة صحية ما بيعرفش يعني يقول عن الجواه فلازم يبقى الانتباه أكبر لأنه زي ما هم ربونا وزي ما قدمولنا خير كتير زي ما احنا كمان لازم نهتم بيهم دي من الموضوعات اللي يمكن مشاكل كبيرة جدا في البيوت مسنين ونعمل معهم إيه صدقوني بنتعذب أحيانا بيكبروا وبيبقى فيه مشكلة بس صدقوني زي ما تعبوا معنا لازم يكون دا دورنا وإحنا أكيد علينا دور ربنا بيختارك أحيانا عشان تكمل الدور أي أن كان يا رب يعفي عن أهلينا ويفضلوا طول الوقت تحت عنينا ونقدر نقدم لهم إيد العون دايما والطبطبة اللي هي يا رب تكونوا ردين علينا دي حاجة مهمة هبيت أبدأ بيها لأن حستها بقت كتيرة حوالينا ولازم طول الوقت نتكلم فيها مع بعض بصوت عالي شكرا